نضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود اسماعيل البحث في الشؤون السياسية ورحم بك بداية دكتور محمود مرحبا أهلا وسهلا بكم وبيدعاكم ونبقرى بالمستمعين والمشاهدين الكرام دكتور محمود المشري قال أنه لا يمكن أن تغيير الاتفاق السياسي ولكن يمكن عقد مبادرات للمصالحة للم شمل الليبيين كيف تقرأ هذا التعليق الداني أقول بأنه من المهم والمهم جدا العمل على أن يكون هناك بحث على شريك فاعل بالمنطقة الشرقية تكلمنا على أن واقع عملي أن ما يجزي بالمنطقة الشرقية والجنوبية هو احتلال بالمطلق من قبل بعض الدول بمعونة المعتوف فيروس كورونا الليبي المتمثل في حفظة وإصابتها وهذه من زاوية ومن الزاوية الثانية أن القوة بإمكانيه توجه إلى التطقيات دون وجود شراكة فعلية من هذه المناطق في كل نوع من العباسية ومن الزاوية الثالث يدرك الجميع أن هناك ما بدى واضح بأن هناك اتفاق من 69 ما بدى عمل عليه الليبيون رغم أنه في كثير من العيوب وهناك بعدم دقة في عملية الصياغة وهناك إشكاليات خاصة بالتفاق الصيرات ولكن أين نحن لا يوجد أصلا شراكة فيما يتعلق أو شريف فاعل فيما يتعلق بالناحية العملية السياسية ثم أنه كيف يبحث العملية وحتى مجرد الحديث عنه العملية السياسية مع وجود قتل ودمار وقصف يومي للعاصمة وضوحيها والمناطق الأخرى ومحاولة الهجوم هذه مباجر نوع من العنجعية التي يمارسه هذا البيضة وحصابته من زاوية ثانية يجب أن يدرس الجميع أن على المجتمع الدولي الذي كفأ على ذاته بفعل مرض أو فيروس كورونا حاليا إلا أنه لزاما أن الليبيون يواجهون خطرين فيروس حسر وفيروس كورونا أيضا من زاوية ثانية مهم ومهم جدا أن يكون هناك بضوء وأن يكون هناك تراتيجية واعية بأن الأحلى الانتقالية نعم جيج بأن تنسهي ولكن لزاما القول بأنه على الليبيين يتوجهوا في أن المجتمع الدولي يساعدهم فقط في أمر واحد متمثل في أن يكون هناك توجه إلى الاستفاع على مشروع الدستور الذي تم وضعه من سبل اللجنة المختصة والتي اختارها الليبيون بنعم أو داما من أجل أن يكون معتمدا بمعية المجتمع الدولي ومن زاوية ثانية يجب أن يسمح الليبيون باختيار أي شخصية تكون غير متزنة وغير فاهمة للملبة الليبي حتى يكون هناك شخصية كما هي الشخصية الأولى التي ارتكبت كثيرا من الحبقات والخروقات فيما يتعلق بغسان ثلاثة ما نقص ولذلك لزاما نتقدم بالتراتيجية وأن تكون واعية وأن يكون هناك رأب للصدع وأن لا يبدأ أي عمل ما لم يتم الانتهاما فتنفض وأن يكون هناك مواجهة شاملة مع هذا المتغفرس المتمح في أثر ويجب أن يكون هناك أيضا توجه للجانب القانوني خاصة على الجانب المحلي والجانب الدولي من أجل إعمال كافة القواعد ليبيا ستنتظر على هذا الفيروس المتمثل في تورونا 2 أشكرك دكتور محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك